موسيقى بتعاني من الالام المفاصل بتعاني من خشنة الرجبة عندك مشاكل في العظم بكساس جل اول منتج متخصص لجميع الام العظام والعضلات والعمود الفقري النهارية وايضا الليلية بكساس جل مش جل واحد لا ده اتنين واحد نهاري باللون لزرع علشان لو بتعاني من الالام ووجع وانت رايح شغلك الصبح او مش عارفة عملي شغل البيت والتاني لي احمر ده عشان تعرف تنم بشكل طبيعي وبهدوء بكساس جل حصل على تصريح وزارة الصحة بكساس جل النهاردة مستحضر مكاول من عشاب طبيعية مستحضر في صورة جديدة صورة البام مستحضر بانستخدمه صباحة بانستخدمه مسائب نصيحة مني البكساس جل هو رقم واحد في كل الالام المتسمية بكساس جل والاول مرة جل مزود ببامب علشان تتحكم في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة بكساس جل متوفر بعبوتين كل عبوة 200 جرام تكفي لمدة شهر كامل للحصول على بكساس جل يرجى الاتصال على الأرقام التالية اللحوم وما أدراكو ما اللحوم معظم الشعب المصري بيحب اللحوم ولكن هل إحنا بنختار اللحمة بطريقة صحيحة وبنحفظها بطريقة صحيحة خاصة مع دفول بقى شهر رمضان وكل يوم عزيم يا بتأكل لحمة يا بتعزم على لحمة وشكده إحنا كنا لازم نختار الفقرة دي ونختار الضفنة بعناية وكمان ضفنة ايه بالرضاف اللي هو تخصصوه واحدة ستا خلينا راحب بنهاب عنكو الدكتور عبير عبدالجاني صاحب أول الدكتور عبي صعب أول عليك كل سنة وحريك طيبة ورمضان كريم عليك يا رب وكل المسلمين الحمد لله إن شاء الله وطيبين إن شاء الله بصة أنا هتكلم معك النهاردة من شقين وحكم تخصصك وحكم أن أنت بتوفي في المطبخ طبعاً إحنا عارفين اللحوم هي المصدر لأساسي للبروتين وكلنا عارفين كده وإحنا حتى لو مش عارفين إحنا بنحبها وبنأكلها أنا للوقتي أنا مواطن عادي ورايح أشتري اللحم من عند الجزار أخطار اللحم بتاعتها لأي أساس من عند الجزار بقى بالنسبة لللحوم عمتاً هي مش لحم حمرة بس إحنا فيه لحم بيضة وفيه لحم حمرة اللحم الحمرة اللي هي إحنا بنجيبها من عند الجزار أو من عند أي ماركت كبير اللي هي اللحم الماشية اللي احنا عارفينها واللحوم البيضة هي الأسمائك والدرحي بالنسبة للحوم طبعا هي ممكن تبقى فرش طازة أو تبقى مجمدة أو أنا أحسن بقى طبعا الفرش يعني أكيد يعني بس هي عمتا بيبقى ساعات الواحد بيجيب حاجة ساعات برضو فرش ويخزنها مجمدة تمام صح الكلام وفي دي طبعا بيبقى لها طريقة يعني بالنسبة مثلا لو احنا دايق بس قبل بنتكلم على طريقة حافظ لحوم برضو حقيقة ما جدش على سؤالي زي النهاردة اختار اللحم الاساس تمام اوكي اللحوم الفرش تمام مثلا لو أولا لازم اختارها أنا الراجل النهاردة لابست البدلة وروحت للجزار اشتري تمام لازم حضرتك تبقى تجيب الأول من مكان متعارف عليه معروف يعني مش مجهول الهوية زي ما بيقولوا تمام لأن دا بيبقى خاضع تحت إشراف طب بطاري هو اللحمة بيبقى عليها ختم صح؟ بيبقى عليها أختام تمام لازم كنت أقول لحضرتك أن بالنسبة للجزار أو السوبر ماركتات الكبيرة دول بيبقى طبعا اللحمة بتلاقي حضرتك عليها ختم تمام إما أختام محلية أو أختام مستورات تمام بالنسبة للجزار بقى أو الماركت اللي أنا رايح أشتري منه بشوف شكل اللحمة اللحمة الطبيعية طبعا اللي هي اللحمة العادية بتاعتنا بيبقى لونها أحمر وردي كده تمام ما فيهاش أي ألوان غريبة تمام يعني مثلا إيه؟ بالنسبة للألوان آه اللون يعني الألوان الغريبة اللي ممكن ألاقيها إيه؟ ممكن ألاقي لون مثلا لون أخضر طبعا ده طبعا أكيد حاجة مش طبيعية ده بقى نتيجة نوع من البكتيريا اسمها بسودومونوس بكتيريا دي بتفرز مادة لونها أخضر نتيجة تفاعل المادة دي بتتفاعل مع المايجلوبين الموجود في العضلات فبيدي لون الأخضر يبقى أول حاجة بدى اللحمة الخضر تمام دي أنهلسي خالص طبعا دي إكسيكلوت خالص تاني حاجة لو لون مثلا لون بني ده بيبقى نتيجة تفاعل المايجلوبين الموجود في العضلات مع الأكسجل اللي في الجو دي بقى دي برضو ما بستخدمهاش بس هي مش بتبقى غير صالحة هي بتبقى لو كواليتي ميت ممكن أستخدمها في المصنعات الكفاءة بتاعتها قليلة دي بستخدمها في المصنعات بنسبة ما تزدش عن 10% يبقى أول حاجة لها اللون البني آه لون البني يبقى أنا كده بحكم بالنظر تاني حاجة الريحة اللحمة لو لها أي ريحة نفازة منفرة دي طبعا ما بستخدمهاش بس المتالي اللحمة لو مجمدها ممكن ما تشمش ريحة صح لا الريحة في اللحمة المجمدها مش بشوطها بس احنا بنتكلم في الفريش تمام من الماركت أو من الجزار يبقى إحنا دلتكلمنا عن لون وكلمنا عن الريحة على الريحة الملمس بتاع اللحمة طبعا الملمس بيبقى ملمسها كده ما فيش عليها اي مادة لازجة يعني دي الحاجات اللي انا لو انا بصة في الشارق يعني اي مكان اشوفها بالعين المجرد انا اشتريت اللحمة وروح تديتها للست في البيت هتحفظيها بقى ازاي حضرتك اه اولا اللحمة الفريش انا ما بجبهاش اخسلها لا تخسل ما تخسلش اه اول ما بجبها من عند الجزار فريش بسيبها في التبريد في التلاجة رف التلاجة من اربع لست ساعات من اربع لست ساعات اه ليه علشان يحصل لها عملية اسمها الريجور مارتس اللي هي عبارة عن التيبوس الرمي او زي ما بيتقالي التشميع تشميع تشميع اللحمة تشميع اللحمة دي دي بتبقى عبارة عن تفاعلات لقراضية بتحصل جوه العضلات بتاعت اللحمة بيحصل بعد الدبح انكباض بعد كده انبساط للعضلات دي بينتج عن التفاعلات دي انتاج بعض الأحماض زي اللاكتك أسد الفورميك أسد البوتاسيوم فوسفيت الحاجات دي كلها والواسط الحاميدي ده بيقلل المايكرو أورجانيزم اللي ممكن يجي على اللحمة او اي بكتيريا او ميكروبات يجي على اللحمة يعني وقت انا اخد عشتري اللحمة عند الجزار اخدها في التلاجة مش برضه تلاجة برضه لا مش برضه تلاجة بخطف تبريد في التلاجة ومش في الفريزة لا احنا محطناش لسه مرحلة التجميد بعد كده بنعود ناخدها بقى طبعا بنعبيها في الكياس بتاعتنا بس الكيس ما يزيدش عن كيلو علشان نسمح ان كل قطع اللحمة يوصلها درجة الحرارة متساوية هل تتقطع قطع صغيرة او لا مش شرط ايوه طبعا بتتقطع وتتشال قطع يعني اذا خلينا اقول بقى لش اضافة بقى انه اتعلمت يعني احنا قبل ما نشالها في التلاجة نقطعها قطعها قطع صغيرة نقطعها قطعها قطع صغيرة ونحطها في التلاجة ونحطها 6 ساعات وبعد كده بنكيسها وكل كيس ما يزيدش عن كيلو ونبدأ نحطها في الفريزر بتاعنا او اخد منها جزة هاتبخه او هاتبخه مفيش مشكلة بتتغسل بقى ساعاتها غسلة بسيطة طبعا ليش فيه سؤال حريكة هل يمفع اجيب اللحمة عادي من الجزار واطبخ على طول لو الجزار سيبها فترة اوكي اه تمام تمام يعني انا الجزار سيبها فترة مثلا الكم ساعة دي اللي حصلوها التشميع خلاص انا بخدها وبخسلها وبعملها عادي اه يعني حاجة يمر على الدبح من 4-6 ساعات هيل تمام تمام وفي الغالب الجزار بيبقى ملش وغالبا بيبقى معلقها بس خلينا اقول لو انا افطرت جدل لان انا اخدت اللحمة ولسه مجبوحة اه اسيبها من 4-5-6 ساعات تمام تمام اعبتها في كياس كيلو كيلو تمام بحطها في الفريزر بقى بس اسيب مسافات ما بين اللحمة على اساس يعني اديها براحتها في اللي هي تتجمد يعني اه يعني انا مكبسش اللحمة ولا جوة كيس ولا كياس جمب لا تمام تمام وبعدين يبقى طبقة الدهنة في الجزء العلوي من الكيس يعني مخليش الدهن تحت لان الدهن اكتر حاجة بتفسد بسرعة بالنسبة للحون يعني الدهون الدهون تمام فلازم تتحطفوه عشان تتبرد بطريقة اسرع تمام فوقت آل طيب حريك منتشر قوي حيك قلت السورة ماركت وفيه بعض السورة ماركت بيتكلمون عن اللحم المسنعة تمام أولاً عا PRESIDENTA نعرف يعني ايه اللحم مصنعة والسؤال التاني ازا يحفظ اللحم المسنعة تمام اللحم المسنعة اللي هي جاية من اللحمة بس مش قطع يعني مش اللحمة سليمة يعني تمام بفرومها وبعمل منها حاجات تانية آه تمام آه هي زي ايه زي اللانشون آه الهو السوسيس الكوفتة كل دا من اللحم دي اللحم بس المصنعة حصلها من التصنيع بالنسبة الحفظ الحاجات دي يعني مثلا لو هنمسك اللانشون والهودج والسوسيس دي لو بجيبها مغلفة لباكتش بها مقفول زي ما هو ممكن أشيلها في رف التلاجة عادي ممكن توصل لشهر مدى مقفولة مفيش اي مشكلة فيها لكن لو فتحتها مجرد ما تفتعت ما تقعدش اكتر من 3-4 تيام على الرف ولازم نستهلكها طبعا ممكن أشيلها في الفريزر توصل لست شهور مفيش اي مشكلة خليني أسألس حيك سؤال بقى مش بحكم حيك دكتورة بيضطرية بحكم حيك ست هو ينفع الحاجات دي عملها في البيت؟ يعني ينفع اللانشون ده أصنعه في البيت؟ بيصنعوه طبعا بيصنعوه في طريقة معينة كده بيتصنع بيها وبيبقى جميل وطبعا ومضيفه أحسن من أي حاجة بقى لا عزين يا بالنرأت بحيك حلقة بقى حيكة بقى إيه إزاي نصنعات اه والله بجد إزاي نصنع اللانشون وزاي نصنع الحاجات دي كلها طيب دلوقتي احنا أنا خدت اللانشون وشلته في الفريزر طبعا بيقعدت دي بقى يعني ما بقوله حضرتك اللانشون هدج ما يعودوش أكتر من ستة شهور في الفريزر أو فيه ناس ممكن تقعد أكتر من ستة شهور لا طبعا حسنا هو ستة شهور فيه أشكالي حسنا هو فيه ستة شهور فيه أشكالي أنا ممكن نوري قدعنا مشوخة بالي خرجت روحت سفرتي بتاع ما هو يستحسن الحاجات دي نحن نجيبها استهلاك يعني فترة قريبة فترة قريبة في شهر حاجة بتاعنا نحن شهر أو كل أسبوعين نجيب حاجتنا كده يعني تمام طيب بالنسبة حضرتك اللحمة المفرومة اللحمة المفرومة يستحسن أن أنا ما جيبهاش مفرومة جاهزة من بره مفرومة في البيت آه يقيمة تتفرم في البيت أو لو عند الجزار هيفرومها لك أو يعني المكان المفرومة اللي أنت تتعامل معاها عمتن يفرومها قدامنا يعني تمام طيب أنا شلت اللانشون أو الهضج في الديفريزر وعايز استخدمه إزاي بقى دوبه لا عادي بالنسبة لإزابة اللحم عمتن يعني دي حاجات عادية خلاص سوى كانت بقى مصنعة أو عادية لا المصنعات عادي أنا ممكن أجيبها عادي ممكن اللانشون والحاجات دي بتفضل شوية بره التلاجة بتهدأ بتستعملها على طول نرجع للحمة لما أجي اللحوم ده ينطبق على اللحوم أو الدواجن تمام إزابة اللحوم عمتن ده بيبقى حضرتك إن أنا أول حاجة لو أنا مش مستعجلة عليها ممكن أحطها أوفرنايت في التلاجة يعني من بالليل للصبح بحطها على الراف الصفلي في التلاجة في أي إناء وأسيبها من بالليل للصبح واجه بعد كده هلاقيها فكت أبدأ أستعملها لإستعمال بقاعد ده أنا باخد نتيجة باخد طرية العكسية إزاي يعني أنا وأنا بخفصها سيبتها في التلاجة لأول 6 ساعات لأ ده دي حاجة ده التشميع ده حاجة تانية أيها ما هو ما حاجة بتقولي أحخذها من الفريزة رحطها في التلاجة بالزبط يعني أنا هارجع للخطة تانية أهو بالزبط أو بعد 6 ساعات أبتدي بقى ممكن أتعامل معها تمام لا هي مش عشان كده هي بس عشان تفك براحتها ما متعرضهاش بسرعة لأن هي تنزل درجات حرارة بسرعية تمام طب حاجة بقى ثانية حاجة معلش هي بس الأوفرنايت دي حاجة تانية حاجة لو أنا مستعجلة عليها في طريقتين إما أحطها في المايكرويف دي كل مايكرويف ليه طبعا درجات حرارة معينة لكل حاجة يعني أعوز حاجة أخذ اللحم المجملة أحطها في المايكرويف وطبعا بيبقى كل مايكرويف عليه درجات الحرارة المناسبة لكل حاجة لتسيحها أو أن أنا أحطها تحت المياه الجارية لحد ما أتفك وارجع أستعملها لإستعمال بتاعدي بس أنا متهيالي أنت هيألي الطريقة لأنيها تبقى أصحي حاجة هي المجلل الصبح بس دي لو أنا مش مستعجلة عليها لكن إفرد دلوقتي مثلا موظفة أو أي حد رجع ميشور دكتورة عندهم معلش يا أستاذة يا دكتورة مع موظفة ما هيعرفة أني أحطها المقتنية يوم هتشيل التلاجة جالها درويف مثلا أنا معك جالها درويف إسفاجاتها طيب أنا دلوقتي خلاص طلعت اللحمة من التلاجة إيه بقى بحكم أن حريك بقى هنا بقى مش دكتورة ما يترى لها بحكم حاجة ستة بيت إيه الطرق الغسل وتنظيف اللحمة الطرق المسالية ما فيش بالنسبة للحوم أنا مش زي ما قلت الحضرات أجي مجرد شاطفة بسيطة بس وبستعملها على فيه ناس بتوشب بالماء والنالح ده صح؟ ما يعني ملاش لازمة قوي يعني شان ما نفقدهاش سمع حاجة تمام مية جارية مية جارية عادي عشان ما نفقدهاش القيمة الغذائية بتاعتها بالنسبة للفراخ هي دي ممكن بتبقى عرضة أكتر لأي مايكرو أرجانيزم وكده فدي لما يجي أخسلها ممكن أن أقعها في مية وخل زي ما بيخسلوها بقى بالملح بالدقيق زي ما ستة البيت بتحب تخسلها يعني أخسلها كويس جدا وبعدين أشطفها بالمية الجارية وبعد كده بستعملها وطبعا أي إناء أنا بستعمله أو أدوات أو إيدي طبعا لازم تتغيسل كويس جدا وتتعاكم كويس جدا بعد اللحوم ويبقى فيه سكينة للحمة فيه سكينة للفراخ منفصلين تماما عن السكاكين اللي بستخدمها في بقية حديث يعني أنا أصحك إن في المطبخ فيه سكينة خاصة للحمة وفيه سكينة للدواجن وفيه سكينة بقى للخضار الفكهة الحدد هذه معلومة معلومة طب حيك خلينا سأحك قلت اللحمة وقلت الفراخ وفي الأول قلنا عن اللحومة بيضل اللي هي الفراخ والسمك والسمك بقى بالنسبة للسمك والسمك في الغالب بيبقى ده بقى كله محفوظ في الفلاس بس عمتا يعني بيبقى فيه أسماك محطوطة في التلج أيوة دي حضرتك بمسك السمكة بلاقي جفن السمكة متماسك تمام بيلمع لو جيت ضغطت عليها كده بإيدي بيرجع تاني الجلد الوضع الطبيعي بتاعه ومش بيفضل مكان الصباح بتاعنا الأشور بتاعتها تبقى مسكة نفسها مش أول ما حطت إيدي كده تتشال على طول الإش ده معناه كده أن السمك ده كويس العينين طبعا لازم تبقى لمعة براقة بقى التبرق الخيشين بتاعت السمكة طبعا لازم تبقى حمراء وراطباء كده ومفيش أي ريحة نفذها طلعة منها بصح ريكة هو فيه سؤال كنت هسألوليك بستاني الجاة بتاعتها خليها المرة الجاية عشان حاك تجينا تاني ان شاء الله ربناك اتكلمنا في السمك دايما بتسئل السؤال ده ايه هو الفارق بين سمك المزارع والسمك اللي هو البلدي بيسمونه ايه راحك في السؤال ده تمام حيل تجاوب السؤال ده نحن نفرض له حلقات كتير قوي ان شاء الله وبالإضافة لن احنا ازاي نصنع اللحوم ان شاء الله يا دكتور عليك اشكرك فعلا حاك عايزة فيه حاجة اضيفها تاني بالنسبة لستات البيوت بالنسبة لللحوم بالنسبة بس معلش لو فريخ او لحوم مجمدة ياريت بس لما تيجي تشتري اللحمة تلاقي يبقى فيه طبقة من الكيس شفافة بحيث ان هي تقدر تحكم عليها لو شافت لون ابيض او نشافان في اللحمة نفسها ده معناها ان اتعرضت لحروق تجميد ان التخزين بتاعها مكانش كويس طبقة الكيس تشالت وبالتالي اللحمة اتعرضت للبرودة بشكل عاليا تاني حاجة ان اثناء ما تبص على الكيس نفسه تشوف لو كان فيه اي سوائل داخل الكيس لان معنى كده ان الكيس دوت اتجمد وبعدين اتفك وبعدين رجع اتجمد تاني ده خلاص اكسكلودت خالص ما استخدمهاش تاني بالاضافة انا اضيف بقى معلومة ان احنا ما ننشلش اللحمة في الكاس السوداء لا ما ننشلش في الكاس السوداء احنا ننشلش لكيس لازمك تضيف برضو تطفشضي يعني ومعليش كمان بالنسبة للحمة والفراخ كل حاجة تتشال في مكان معين يعني مش هشيل اللحمة والفراخ فوق بعضيها يعني لو فيه ديفريزر يبقى فيه درج للحمة درج للفراخ كده يعني ليه بقى؟ علشان ما يحصلش كروس كونتا مينيشا من حاجة للتانية لو يحصل عقا تلووس يعني ممكن اه حاجة منهم تنزل على التانية بعض الدروبليتس اللي بتلوه والتلاجة تفكت شوية الدرجة الحرارة قلت اللحمة سيحت او الفراخ سيحت خصي انا هطلع من الحالة دي هطلع انا هشتري اللحمة عند الجزار وحط انا في التلاجة طيب طيش مع نفسك داخل اللحمة كل صلاة ومتطيبة بجد انا اشكرك على كمية المعلومات على فكرة ده احل احتفال برمضان تسلم رباني خليك وكل سنة وحضرتك طيب كل مشاهدين طيبين وبخير يا رب ان شاء الله خلينا بدايب عنكم اشكر دكتورة عبير عبدالغني اخصاي بيطري اول اشكرك يا دكتور عبير بكرة صحيح طيبة خلص الاحتفال التالي بين برنامج سحياتك سروتك النهاردة اعتقد انه كان احتفال مميز وجديد اعتقد ما حدش احتفل به زي ما احتفلنا فيه خلينا نرجع نشوف بقى قصة صيام مع الاعمار المختلفة ونشوف بقى قصة ايه مع صديقي ورفيقي واللي انا بقعد قدامه بقعد انا عايز اعرف بيجي منه عن ودي منه بقى فاصل وانه ظل